السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا كلكم بخير والاخير يا ربي افصحة جيدة مرحبا بكم في قناتكم قناة لبنة ماهير معايا اليوم ان شاء الله فيديو جديد يال هاد لكموند هادي كيف ما كتشوفوا معايا عبارة على كيك عائلة بالمكسرات والتفح وميني كيك مختلفين باشكال هاكا مختلفة كيف ما غادي تشوفوا معايا جامع التفاصيل ان شاء الله في الفيديو بالنسبة للتامان غادي نخليه لكم صندوق الوصف كيف ديما غادي نشارك معاكم كل شي ان شاء الله بالتفصيل كيفاش خدمت وكيفاش نظمت وقتي لهاد لكموند اللي جاتني صراحة عاستريع غا تشوفوا معايا ان شاء الله جميع التفاصيل واحد لفيديو اللي ساهل وبسيط او واحد لكموند اللي هي بسيطة بمكونات اللي جد جد بسيطة يعني خرجنا شكيلة رائعة بلاتو ديال ميني كيك بهاد الاشكال الراقية وكذلك كعائلة كبير كيف ما كتشوفوا معايا بابسط الاشياء وبخاليط واحد من الفوق فغادي نخليكم ان شاء الله وكنتمنين ان شاء الله انكم تبارتاجوا الفيديو بالعائلة والاصدقاء باش تعمل فائدة وهكا باش تجعوني دائما اننا نعطي المزيد والمزيد شكرا لكم دائما على التعليقات الطيبة اللي كتخليوا ليه كنشكركم بزف بزف وندوزوا مباشرة المقادير وطريقة تحضير فرجة ممتعة اول حاجة غنبدأ هنا بالخاليط ديال الكيك اللي في خمسة ديال الحبات ديال البيض هنا كنتم استعجلة وقلت علش لما نشاركش معاكم هادلا كوموندا لانا جاتني في اخر لحظة وخدمتها بالليل وسربيتها في الصباح لصيدة هنا عندي زوج كيسان ديال السكر زائد زوج كيسان ديال زيت هكا بقياس العنبه قبيصة ديال الملح لتسحيح الضوق وكذلك عندي واحد الياورت مهنياء من وزن 125 جرام كل شي البنات بحرارة المطبخ حاولوا دائما انكم تخرجوا البيض إلا كان في الثلاجة خرجوه من قبل إلا كان لياورت في الثلاجة خرجوه هكا من قبل فانا خرجوهم واحد شوية غيخدوا درجة حرارة المطبخ لانا عندي الكوزينة سخونة بثاف ومشعلين ديال سخونة هنا عندي العاصر ديال برتقال كذلك غنضيف واحد زوج كيسان ديال البرتقال كيف ما قلت لكم دائما تخرجوا الحويجات إلا بغتصايبوا شي كيك قبل من الثلاجة أو ليكونوا خارجين على بر هنا غنضيف باش غدين نسم فالليمون ديجا من نسم نفسه ولكن غنضيف هنا شوية ديال باني اللي كتعطينا واحد المضع كذلك رائع أنا هنه خدمت بالعود ديال باني لانا عندي موجود حيت له هذا كالوسطاني كيف ما كتشوفوا معايا فإلا ما كانش موجودة البنات ففقط يعني إلا ما كانش هذي العود موجود كيف يو فقط بصاشية ديال سكر الباني كيف ما كتشوفوا معايا كيف دائما هنا غدين دير كل شيء غدي نخلط كل شيء في الخلاط الكهربائي بهالطريقة اللي بنات كان سرعه في العملية وكي يجينا الخالط خفيف ومهو وكي يعطينا واحد كمية ما شاء الله يعني بطريقة سهلة 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 جدا هنا قبل ما نوجد الخالط ديال يوندير في الإضافة ديال الدقيق والخميرة هنا يدد توجد المكونات اللي غنزيين بهم هنا عندي قطع ديال تفاح درتان جوج تفاحات صغارين قطع صغير ورين هاكا عن ضيف عليهم واحد المعلقة كبيرة ديال سكر سنيدة او لا ممكن ديروا سكر سقيل او سكر غلاسي زائد واحد شوية هاكا قبيصة ديال القرفة كيف ما كتشوفوا معايا دائما على حسب الضقفة كي يجينا هاد الخالط مواتي والمضاق كي يجي رائع هنا كنخلطوهم بهالطريقة مزيان مزيان فكيندامجوا بسرعة هنا كذلك غدي نوجد للكيك الكبير هنا يا عندي كذلك كيف ما كتشوفوا معايا رقائق اللوز او لا اللوز ايفيلي وهنا عندي قطع من شوكولاتة كذلك غدي نستعمل شوية ديال اللوز اللي قطعتو على هاد الشكل شوية ديال القرقع كذلك وشوية ديال اكاجو هاد شي انا اللي موجود عندي ممكن تخدمو باللي كان عندكم موجود تكتافيو فقط بتفاح شوية ديال الزبيب تفزقوه في الممزيان قطع صغير ورين ديرو شوية ديال اللوز من الفوق اللي موجودة البنات تخدمو بي هنا انا وجهت تحت المول ديالي ورشيتو هاكا يدهنتو مزيان بالزبدة ورشيتو بدقيق هنا ما لقيتش عندي الورق ديال الفورن البنات باش نديرو فلقاعة ديال او الارضية ديال المول فلقيتو تقاعدة وهنايا كيف ما قلت لكم لانا لقومون جاتني صراحة سريعة باش انني تكون موجودة في الصباح وديجا كان الليل فحاولت انني انقضي وقتارحت افكار بسيطة ديال السيدة بغا تشي حاجة هاكا بحال شكل ديال قوتي او لا تشي حاجة هاكا الفطور فقتارحت عليها هاد الفكرة هادي وعجباتها فصراحة حتى انها نالت الاعجاب ديالها مني شافتها على المباشر صراحة شي حاجة عجباتها بززاف هنايا عندي الخالط اللي دوزنا هاكا في الخلاط الكهربائي كان بدنا نضيف عليه في الدقيق كيف ما كتشوفوا معايا الدقيقة البنات وهنايا الخميرة ديال حلوية انا البنات غنستعمل هنا زوج ديال الخمارة ديال مغرب ونص غادي نضيف النص من بعد يعني غادي لانا عندي الخالط ما شاء الله فيه استوائل بزاف ويعني يعطاني واحد الكمية ما شاء الله كتيرا هنا كيف ما شفته معايا ضفت واحد المعايا القامة عامراش يعني النصف ديال الخميرة اولى النصف ديال الباكية تقريبا في المجموع البنات تقريبا كانت واحد اربعتاش لقرام اه تمنتاش لقرام عفوا ديال الخميرة ديال الحلويات كان مقام ضيف في الدقيق حتى كانوصل لهاد القوامة البنات ما يكونش خفيف بززاف كيف ما كتشوفو هنا دو كل حبيبات ديال الفاني كيعطيونا واحد المنظر صراحة زوين كيف ما قلت ليكم الخليط اولى القوامة يكون هاكي على هاد الشكل ما يكونش خفيف بزاف باش ما يطحش لنا في الفران وفي نفس الوقت هادوك مكسرات اول التفاح ما ينزلوش لنا لداخل الخليط باش يجينا ناجح وما يطفش لنا حتى الكيك في الفران يجينا عالي الفران في هاد الاثناء البنات عاد شاعلته دابا يعني غيب دغي شوية يدفع ل 180 درجة غير من التحت في قطرة غير الحرارة كتتحمر لنا الكيك من الفران كيف ما كتشوفو معايا كنوزع هادوك القيطاع ديال التفاح كيف ما شفتو معايا فانا صراحة لكم انت جاتني كيف ما قلت لكم في العشية بالنسبة لكمية ديال الدقيقة لبنات فرا استعملت 4580 غرامة لبنات من كيلو بقات لي 420 غرام فكيبقى دائما على حساب الحجم ديال البيض على حساب النوعية ديال الدقيق انا فقط هاد شي اللي خضالي وفيها حتى ذيك الرشيشة ديال الدقيق باش دهنت المول فهي تهي داخلة في هاد سميتو هنا كيف ما شفتو معايا اخذت هاد المكسرات رشيت عليهم شوية دقيق وصفيتهم مزيان باش هكا كي تلبسو لنا شوية دقيق وما كان ينزلوش في القلب ديال الكيك كنوزعهم به هاد طريقة من الفوق ليكم الختيار كيف ما قلت لكم تخدمو بالموجود عندكم في البيت انا زبيب ما كانش موجود عندي بمفزق فا استغنيت عليه لان كيت تحرق من الفوق إلا كان ناشف وهنا هاد هو الكيك ديالنا غندخلو الفران على 180 درجة غير من تحت البنات حتى كي ديرت قريبا نخدها ليش خمسة واربعين دقيقة حيث المول كبير وما شاء الله عامر الكمية اللي بقات ليا ديال الخالط فانا خديت هنا هاد النوع ديال المول ديال السيليكون اللي كنخدمو به الحلوة ديال الوسادة او للمخدة كل واحد وكيفاش كي يقوليها عندنا في هادوك الخطيطات بهذيك الطريقة كنحاول نوزع وكنعمر يعني غير زوج ديال اتلات وكنخليتولو تخاوي بجعك يطلع لينا في الخالط فانا ارجعتك حالتها من بعد لان دك شوية اللي بقى عندي في البول ارجعت ووزعته كامل على هادوك الوحدات فاطلعو تبارك الله وتنفخو في الفران فممكن كيف ما قلت لكم يعني الزوج ديال الاتلات فقط اللي تعمروا في المول باش عكا تخلي واحد شوية ديال الاسباس فان غادي يزيد اطلع لينا الكيك اه نفس الطريقة لبنات كيف ما شوحتوا معايا هاد شكل ديال الورضة حتى هو وهاد شكل هادا اللي على شكل نصف كورة او لا نصف دائرة هنا كنضيف واحد شوية وكنجيب قطع ديال شوكولاتة وكنضيف عليها شوية كنغطيها من الفوق بها الطريقة غادي نبقى حتى كنكمل الكمية اللي عندي كاملة فهاد الاتناء البنات انا مني بديت كنعمر فهاد اليمون الكيك ديالي راه طاب وحليت الفران كامل مزيد باش يخرج منو هديك الحرارة الكتيرة باش ما ندخل هاد اللي كيك او الميني كيك ما يتخطفوش ليه كيف ما شفتو فانعمر تكونش يحاولو انكم تخدموه في اللاطة مباشرة لانا غاي سعب عليكم تهزوه فطيبتهم ما كيستغرقوش وقت طويلة لبنات دقائق قليلة يعني وكي طيب وكيف ما شفتو معايا الشكل ديالهم راجع من فوق لانا قاع الكمية اللي وقعت عندي زيتها كنخليهم يبردو وهنا حاولت او لا افضلت انا ننزين الاشياء اللي غادي نبقشها الدرية اليد او لا هنا يا باش هاد اللي كيك انا بدي تملو واللي خدمت معاكم كنحاول نحاول نحايدلو هاد الشابو هادا كيف ما كتشوفو هاد الكريشة اللي طال عالفو باش مني كنقلبوه كيجينا مقاد في الحطة ديالو كيف ما كتشوفو الشكل ديالو البناترا كيجي على هاد الشكل هادا كيجي صراحة رائع شي مرة غنخدمو معاكم بشوكولاتة مباشرة فهادلي مول كنت كنديرهم مودة هادي وما امري ما خدمتو معاكم في القناة صراحة حلوة كطيب تمو كترجعت دار في نفس المول مع الشوكولاتة كتجي رائع البنات هنا يا كيف ما شفتو معايا الشوكولاتة انا خدمت غيب شوكولاتة غالة اللي موجود عندي البنات ضفت علي شوية ديال الحليب حتى جاني واحد لقاناج على هاد الشكل هادا علاش انا فضلت انني ندير هاد طريقة هادي باش الكيك يتشرب لنا شوية هاد لاصوس ديالشوكولاتة وكيجي نفتي من الداخل بحالشي كيك مسقي كيجي ممتاز وحتى العقيقات اللي غادي نزينو بهم كيشدو لنا مباشرة لان العقيق باش غتبدي تخدمي فيه وشوكولاتة بقى سايحة فغيت تروون لكل شي ويلا يبسات شوكولاتة او كانت سك يعني مباشرة ما فيها لكريمة لحليب لاتاشي حاجة فغادي تنشف وهدك العقيقات ما غيشدوش لي نمزيا فانا فضلت انني ندير ها الطريقة ودائما لكم الاختيار في الدين كيف ما شفتو معايا غنكمل الوحدات اللي عندي كاملين وغندوز لهد الشكل الثاني اللي على شكل وردة فبالنسبة لهد الاشكالة لبنات ارضو معاهم البال ما يبقاوش بغيضين من الداخل لاني قدرو يلسقو لكم في المول حاولوا هكا يا راك يكونوا رطبين البنات شوفوا كيفاش يكونوا راك يكونوا رطبين ما تخافوش عليم انهم يجوا قاسحين ولا راك يجوا ممتازين وهنا خرجو هذيك الوردة حتى على برا مزديان باش هاكا ما يلسقش ليكم الكيك في الداخل غير كونوا معايد ديكم شوية تكون يعني الطايفة مع هذوك المول وصافركم غادي تنجحو في العملية ان شاء الله هنا البنات جبت شوكولاتة البيضة اللي قالها كذلك وسيحت هاكا مزيان في حمام مريم هنا كنحاول كنجيبها ما كنخويش عليها من الفوق كما درت للشكل تاني لان في هذيك الحفرة غا تعمر كاملة شوكولاتة حاولت كنشدها من جهة الخلفية وكنخشيها ممكن انكم تدخلوها اكتر باش ما يبقوش هذوك الدميعات سيحين من جناب لان صراحة الفينيسيون يقولش هذوكم ما اجبونيش في الفينيسيون ديالهم من التحت حاولوا انكم تدخلوهم اكتر هنا يا غا نخرج هذ الكويرات اللي عمرناهم بالقطع ديالشوكولاتة تهو مرة جاوني عالين يعني قطعت ليهم هذيك الفوقاني باش يجيوني في القاعدة ديالهم مقدين وفي الحطة كي يجيوني زياني سافي هنا يا عندي شوكولاتة غالة كيف ما قلت ليكم سيحها كف حمام مريم عندي البيضة والكحلة فانا فضلت اناني نزيين بهالطريقة انا قربتهم بعضياتهم باش نزيين كل شي في مرة وحدة نبدأ نخطط مباشرة ولا كي نرجع تدرت وحدة بوحدة فكي يجي زيان كي يكون احسن سافي غادي نحاول نبعدهم باش نخدم على راحتي شو ما كان خليه حتى قطرة سافي حاول نفضيق هذاك شي اللي عندين حيضو من هذيك الصرايرا كندير غاي كموسة ديال البلاستيك الغذائي لبنات كنخوي في هذيك الشوكولاتة وكنتقبوها هكا بشي كيردون او لاعود سافي وكنبدن نزيين بهالطريقة لبنات سافي تزيين لي هو بصير جدا غاي باش نخرجو ذاك الحشوة ديال الكيك اللي في قطع ديال شوكولاتة من داخل سافي بهالطريقة كنكون ساليتو هنا يا عندي الفيرميسال ديالشوكولاتة كيف ما كتشوفوا ممكن تديرو عقيق او لا تكسافيو هكا لكم الاختيار انا درت بيغميس لشوكولاتة هكا نواغ وغا نحاول ندير شوية ملفوقي شوية فكيجي المنظر ديالهم زوين هكا لبنات غير خالط واحد قدروا تشكلو منو عدة انواح انا الفراد ما كان شي كفاني كان ممكن انني نزيد مول اخر وما نعمرهمش بثاف وندير شكل تاني فقط يعني قلت باركا وهذا شي يعني اسمحوا لي يا لبنات هاد شي يعني اللي غادي يجي مزيان هكا يا في البلاطو ثلاثة ديالاشكال غنضوب لهم يجيوا احسن من اربعة هنا يا عندي لبنات هاد سبيكيلوس اولى زبدة سبيكيلوس وهنا عندي هاد القمع اولى هاد البوق هذا درتو في الجيب الحلواني وغادي نحاول نعمر فهذا كان عندي غي في المطبخ عادي ماشي في تلاجة لبنات عادي في المطبخ لانه داب الحال بارد وخا عندي الدار سخونة ولكن هاكا كان في البلاكر وخدمته يعني بسهولة كيجينا بحال شكل كريمة كيف ما كتشوفوا معايا لبنات كنجيل هاد الحفرة اللي ديال هاد الوريضة هادي اللي خشيناها في شوكولاتة البيضة فانا لبنات دارت جوج ديالي كوش ديال الشوكولاتة البيضة دارت الكوش اللوول بما كملته بما كملت الوحدات ورجعت عاوت لهم كوش تاني وهنا زيانتهم بهذا الشكل هذا بهذا الزبدة ديال اللوتيس او الاسبيكيلوس وغادي ندير عليهم هاد العقيق كيف ما كتشوفوا معايا ممكن تعمرهم لداخل غير شوكولاتة سوداء كي يعطينا كذلك منظر زوين عفوا وكذلك اولا ممكن هاكا تديرو شوية ديال شوكولاتة ديرو شوية ديال العقيق من الفوق هنيا جيت لهذا الشكل هذا هنيا الصباح اللي بنات الصباح بكري جيت لهذا الشكل هذا الحمد لله الايام كاملة اشتو هاد النهار اللي بديت كنصور فيها للصباح فالحمده اللي كان جوزوين بزاف هنيا يبقى لي هاد الشكل هاد لان كان باقي شوية سايح بالليل ما قدرتش نخدمو قلت نخلي حتى الصباح هو والكراميل اللي غادي ندير اولا الزبدة ديال سبيكيلوس على الكيك العائلي صافي هنالبنات جبت هاد العقيق الصغير وور الفضي ممكن تديرو اللي شوية موين انا عندي هاد وعندي الحجم الكبير ما ميمكنش غايجي على هاد الحلوات لانه ماشي كبار بزاف هنا بالموسة البنات غيك نحاول نتراصي باش كنزيد نخرج هادك الزين اللي كان في هادوك الكيك وهنا من الاحسنة البنات ما تحطوش هاد العقيق في ديالكم لانه غاي صعب عليكم الخدمة هنيا في الارضية كتهزو حبا بحبوه كيتسهال عليكم خدمة بسرعة بسرعة كتديرو كتصيبوهم سوفي غنكمل بها الطريقة هادي لكم الاختيار انكم تزينوهم بها الطريقة ولا بلا شي لكنتو خدامين بهاد بنفسلي مول على حساب ممكن تخدموه باي مول بغيتو وفقط هاد اقتراح او لا حاجة اللي بسيطة اللي بغيتها كي يدرتها يالي بوحدي بغيت نشاركها معاكم انتمو ممكن تخدموه باي مول بغيتو واي تزين بغيتو اهنا جبت زبدة ديال سبيكيلوس اللي سيحتها في حمام مريم وهنايا غادي نديرها في واحد القموصة كيف ما شفتوا معايا وخرجها بحالكة بحالة لعندكم حتى كراميل ممكن تخدموه بي او لا صوص الشوكولاتة البيضة او السوداء ودرت ليها شوية ديال العقيق في الماغوق خفيف هنايا سالينا وجيت هنايا باش غادي نقاد كنحاون نقاد هادو كم مربعات يجيوني في شي شكل لي زوين ما جاونيش مستفين وحدة على وحدة ما عجبونيش فادرت ليهم هاد الشكل هادا وبهذا كان كنو صلنا نهاية الفيديو صلنا نهاية الحلقة ديالنا بالنسبة التمن ديال هادشي كامل غادي نخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف كيف ديما وما تنسونيش من البرتاج بالعائلة والاصدقاء وتخليوا لي اوح تعليق الزوين اللي كيحفزني وكيفرحني بزاف بزاف شكرا لكم من كل قلبي على التعليق طيبة ديالكم اللي كتخليوا لي احسن حاجة كذلك مني كتسلمي اللي كوموند الماليها وكيفرحوا وكيتعجبهم فهذا كفضل من الله سبحانه وتعالى شاركت معاكم اشياء لي بسيطة بطريقتي الخاصة هاكيا خفيفة كنتمنى تعجبكم وممكن انكم تديرو انتو مع الاشكال اللي بغيتو وتفنو كيف مما انتو ما بغيتو اهم حاجة هو الخليط ديالنا او للخليط ديال الكيك خليط واحد خرجنا منه عدة اشكال او خليط اللي هو اقتصادي وبسيط يعني حتى العصير ديال برتقال ممكن انكم تعوضوه بالماء او لكاس برتقال كاس ماء اولى بالحليب ولكن من الاحسن يكون عصير برتقال ثمان غنخلي لكم صندوق لوسو كيف ما قلت لكم وكيف عودتكم دائما وغنقول لكم الى كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة ما تنسوش انكم تنزلوا لتحت تديرو صابوني وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة اكيد اكيد الى عجبكم المحتوى ديالهاد القناة هذه وغنقول لكم شكرا لكم على التطبيقات لك ترسلوا لي على التعاليق الطيبة لك تخليوا لي غنقول لكم سلام عليكم استودعكم الله الى فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته